على أرضية ملعب 30 من يونيو بالقاهرة في لقاء الفرصة الأخيرة للتعاهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكل المنتخبين المزيد في تقرير مراسنا عمر فهمي قبل 45 عاما كانت الكنغو الديمقراطية باسم زئير ترفع كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخها بالقاهرة ولكن لأن الأيام دول يجد الجيل الحالي نفسه بعد خسارة أول جولتين من النسخة الحالية دون تسجيل ولو هدف واحد على شفا هوة الخروج المبكر فلا بديل عن الفوز بفارق كبير على زمبابوي وانتظار نتائج الآخرين على أمل حجز مقعد في ثمن نهائي عبر بوابة أفضل الثوالث نحن نعرف زمبابوي جيدا علينا التحلي بالحذر كي لا نسقط فريسة لهجماتهم المرتدة وعلينا أيضا أن نهاجم بحثا عن الفوز فلا يمكننا الاكتفاء بالتراجع والانتظار وندرك جيدا أن نجمهم خام بليات لعب رائع للغاية زمبابوي في المقابل لم تعرف تجاوز مرحلة المجموعات في مشاركاتها الثلاث السابقة ولكن الفوز على الفهود إن تحقق فسيضعها بنسبة كبيرة في الدور التالي إلا أن المحاربين مطالبون قبل أي شيء بالتوقف عن إهدار الفرص السهلة التي لم يحصن استثمارها خلال التعادل أمام أغاندا أعتقد أن خلق الفرص يعتبر مؤشرا طيبا حتى لو تم إهدارها هو أمر طبيعي أن يكون هناك إهدار للفرص فيوما ما تسجل ويوما آخر لا تفعل ولا يمكن التنبؤ متى هذا أو ذاك نأمل أن نكون موفقين في هذه المباراة وأن نسجل فرصنا ولا نهدرها كما فعلنا الفريقان سيتواجهان وسط أجواء هادئة جماهيريا فاللقاء يتزامن مع مباراة تأمين صدارة المجموعة لأصحاب الأرض في التصفيات فازت زنبابوي مرة وتعادل الفريقان في الأخرى ولكن تزامن مباراة النهائيات مع اليوم الوطني للكونغو الديمقراطية قد يمثل دافعا هائلا للفهود عمر فاميديين سبورتز القاهرة اشتركوا في القناة